مرحبا أهلا وسهلا فيكم في S&A عمان قص المسائل الإعلام الإبداعية في التو سي أنا اسمي زايد ديب أنا مديل الإرشاد المهني وحابة اليوم أخدكم في تور بالكانبس طبعنا الكامبس طبعنا تم افتتاحه سنة الـ 2007 ومن الـ 2007 لليوم ونحن نختص في برامج الميديا الإبداعية S&A في البداية هي انترناشنل انستوت بدأت في سيدني في أستراليا سنة الـ 76 وبعمان نحن نقدم ستة خصوصات في وسائل الإعلام الإبداعية بشكل عام وبنننثل عليها صناعة الأفلام تصميم الميديا الرقمية فنو ننتاج الصوت والرسوم المتحركة هاي السنة وتجاوبا مع أحداث اللي عم بتصير معنا مع كورونا قررنا نستجيب لسوق العمل عن طريق انه نقدم تخصين جداد لأول مرة يطرحوا في سوق العمل التخصص الأول فيهم هو تخصص تصميم الألعاب الإلكترونية وبرمجتها أما التخصص الثاني فهو الواقع المعزز والواقع الإفتراضي أو AR و VR أهلا وسهلا أوكي حابة فنجيكم هلأ شوية من القاعات التدريبية الموجودة عنا في S&A عمان في عنا 11 القاعات تدريبية مثل نحن شكينا هلأ قدامنا وبما أنه واحدة من أكبر مميزات S&A اللي هو تدريب العملية أو كما نسميه كل القاعات تجهز بأجلسة ماك وأجلسة ويندوز اللي تساعد كل الطلاب يشتغلوا على جميع أنواع البرامج الموجودة في سوق العمل في أكتب من 30 حزمة برامج متوفرة عندنا في الكلية الجامعية تبعتنا وكلياتهم نفسهم الموجودين في سوق العمل كل الطلاب بيكونوا بداية من فصل دراس الأول لإلهم بيشتغلوا على هاي الأجهزة وبكون الأستاذ فاتح نفس السوفتور على الشاشة قدامه لحتى يقدر الطالب يطبق تطبيق عملي أثناء محاضرته أكتر من 200 جهاز كمبيوتر متوفر وزي ما حكينا 30 حزمة برامج مختلتة هلأ عم ننزل على الطابق الثاني من الكامبس طبعنا بهذا الطابق في كل الإكوبمنت الستوديوز ولومونس بودوكشن اللي حنحكي عنها كمان شوي في وراي هولا الستيولنت بويكشوبس اللي هي الأجهزة الكمبيوتر اللي الطلاب يقدر يشتغلوا عليها في أي وقت على شمالي فيه لومونس بودوكشن اللي هي واحدة من أهم البروكشن هاوسز الموجودة في الأردن انتجوا تي بي سيز لكثير شركات مشهورة وبالمناسبة أطول وأطخم عمل دعائي صار بالأردن صار عن طريق لومونس بودوكشن هلأ كطالب ميديا أو طالب فيلم أو أوديو أو حتى أنيميشن ممكن تحتاج لأكوبمنت كثير كاميروز لنسز كابلز مايكس ممكن حتى تحتاج تحجز واحد من الستوديوز الموجودة عنا في عنا 16 استوديو ولايفووم موجودة بهذا الطابق موجودة على يميننا الإكوبمنتروم اللي هو في عندك انت كطالب اسايي من خلاله تحجز أي أكوبمنت وأي استوديو تحتاجه للبوجيكت تبعتك ولاحتى تنجح فيها هلأ لحن نفوت على واحد من أهم الميكسر الموجودة مش بس بالأردن بالعالم كلياته الميكسر الموجود وراي هلأ هو النيف 8 8 OS النيف هو يعني من أحسن إذا ما كان أحسن ميكسر موجود في العالم كلياته هو أنالوب ميكسر في 48 شنلز ما يعني 48 شنلز؟ يعني تقدر تحط فيه 48 انبوت باختصار أوركستر صغيرة ممكن نحطها باللايفووم الموجودة قدامنا ويعزي يفوين عملهم بإريتنج بنفس الوقت اشتغلوا عليه ناس كتير مشهورين بالعالم على سبيل المثال في عندنا ماريكل جاكسون وممكن دبيتلز كمان اشتغلوا على ميكسر كتير قريبة من نفس الشركة اللي موجودة قدامنا حاليا نفوت الآن على الديجيطال ميكسر على العكس من الانالوج ميكسر اللي كنا عنده واحد من أكثر الديجيطال ميكسر اللي حوالينا اللي هو اليماها أوتو أر اليماها أوتو أر هو الديجيطال ميكسر حجمه بيجي أصغر بكتير من النيف 8 8 RS 24 شنلز أولي زي ما انتش ريكين حطينا بـ 5.1 جنالك سيستم يعني كانت 5 سبيكرز ووانستاب هوفر استعملوا كتير مهندسين الصوت بالفويس أوفر وكيف يضيفوا الساوند إفكتس للأفلام والمسلسلات اللي نحضرها على فكرة معلومة صغيرة 95% من الأفلام والمسلسلات اللي نحضرها الصوت فيها رجع تسجل مرة تانية في كونترول انفورومنت زي هيك أوكي نحن موجودين هلأ في الـ Green Screen Studio في S.A.E. واللي ما بيعرف شو السبب من هذا الستوديو هو بكل بساطة انه نغير الخلفية اللي موجودة ورانا يستعملوه بشكل كتير كبير في جميع الأفلام السينمائية في المسلسلات وحتى في تصوير الفوتوغرافي مجهز بكل الإكوبمنت البروفيشنال المطلوبة لحتى يستقبل أي بروفيشنال بودوكشن من الكينوفلوز لأي من الإكوبمنت اللي موجودة بالإكوبمنت روم واللي شفناها قبل شويه كمان هذا الستوديو الذي كنا فيه هلأ مشبوك ديريكتلي بـ Live Broadcast Room Live Broadcast Room هي غرفة البث الحقيقي المباشر اللي بتكون موجودة في جميع التلفزيونات والإذاعات التلفزيونية وغيره Live Broadcast Room مزودة بـ Audio Station, Directing Station و Editing Station ومن هنا بتكون خلصنا أغلب الاستوديوهات الموجودة عن نتيق SIE شفنا أهمها ومنستناكم أكيد تزورونا لحتى نفرجيكم استوديوهات أكثر